مجرد أن أعلنت الشركة عن هذا الجهاز حقيقة انتظرته ينزل للأسواق وأسوي له مراجعة ونزل تجربتي على هذا الجهاز السلام عليكم شباب ياكم مرتضى جليحاوي هذا جهاز اقتصادي من سامسونج الاي 24 واحد من أفضل الأجهزة حاليا بالمواصفات مع السعر المطروح به إذا تصوروا إياي هذا الجهاز مواصفاته حاليا اللي موجودة والسعر الموجود به إذا ترجع للسنة السابقة أو للقبلها ما رح تلقي مواصفات بهذه السعر سعرها أقل من 200 دولار إلى 200 دولار أقل من 300 ألف عراقي ممكن لل 260 ألف هذا واحد من الأجهزة اللي يمتلك شاشة مو قليلة ومعالج حلو والكاميرا أيضا جيدة مع البطارية القوية وهذه كلها خلطة رح تكون بسعر مناسب هو من 260 إلى 300 ألف عراقي هذا الجهاز الأي 24 من سامسونج بعد التجربة الشخصية رح أراويك شن الأشياء الموجودة به هذا يجينا بشاشة من قاس 6.6 اللي رح تكون Full HD بلس بمعدل تحديث 90 هيرز حلو أو كان 120 يكون أحلى نعم هذه الشاشة رح تكون غير مغطاة بطبقة من نوع كورين جوريلا غلاس لكن هذه الشاشة تمتلك عدد شمعات ألف نت وهذا الشي جدا ممتاز نعم أكون مسابقة على كثير من الشركات لكن إذا تطيني شاشة بسوبر أموليد معدل سطوع ألف نت معدل بيكسلات 395 بيكسل بالإنش الواحد حقيقة الشاشة ولا غلطة الشاشة إذا تجي اللي بالنسبة للمعدل بيكسلات ممتازة شدة الإضاءة ممتازة الوضوح ممتاز إلا اللهم أنه قطرة الندى الموجودة للكاميرا الأمامية لو كان الثقب رح يكون هذا الجهاز يضرب لك الأي 34 بالنسبة للتصميم الخارجي للجهاز هذا الجهاز ما يجانب شكل جديد التصميم نفس الأربعة وثلاثين نفس الأربعة وخمسين نفس الأس 23 بالنسبة للسامسونج الأس 23 الصغير مول ألترا هذا الجهاز واحد للأجهزة اللي ينطيك معدل سطوع ما شايفه أنا بالنسبة للأجهزة السابقة اللي على الفلاكشف لكن هنا تلقيه بهالأجهزة المتوسطة هذا الجهاز يمتلك نظام الأندرويد 13 مع واجهة السامسونج الونيو آي 5.20 صدق أو لا تصدق نفس الواجهة الموجودة على الأس 23 ألترا موجودة على هذا الجهاز يمكن بعض المميزات يمكن بعض المميزات ما موجودة بي ما بالنسبة للمعالج هذا الجهاز يجيب واحد من أفضل المعالجات بالنسبة لمدوسة حقيقة المعالج الجي التسعة وتسعين الميدياتيك هذا المعالج أثبت جدارته على كثير من أجهزة الشركات اللي استخدمتها بالسابق هذا المعالج مبني بمعمارية الستة نانو وهنا بالنسبة لعبة بوب جي إذا تقلش كم فرايم يشغلك رح يشغلك 40 فرايم بالمرتاح مع السلسة هنا ما رح يشغلك 60 فرايم إذا 63 فرايم أو دور ألعاب ذات الستين فرايم لكن انت تقدر تلعب كيل أو في دي بفرايمات جدا قوية بالعاب بوب جي ممكن رح تكون عندك حرارة لكن هي حرارة جدا عادية بالنسبة لأجهزة المتوسطة جهاز بالذاكرة الموجودة بي ال 128 وهو الرام الموجود عندي هذا هو 6 جيجا نعم واحد من الأجهزة اللي يمتليق ذاكرة مو قليلة بالنسبة لهذا الجهاز هذا الجهاز إذا يجينا للكاميرات هنا عندك هذا الجهاز يجي 3 كاميرات نفسها الموجودة على هواي من الأجهزة اللي راح تكون 50 ميجي بيكسل عدسة الأساسية مع الـ 5 ميجي بيكسل بعد 2 ميجي بيكسل وهنا صدق أو لا تصدق الكاميرات انطتني صور وفيديو كل شي حلو حقيقة بالنسبة لهذا الجهاز لكن أنا أحكي لك إذا اختارت مكانات حلوة إضاءاتها حلوة يعني مكانات مو إضاءاتها ضعيفة نعم الكاميرا الأمامية راح تكون 13 ميجي بيكسل تبطيك صور حلوة مع الفيديو حلو الهاي لايت الموجود بالصور مو كلش قوي تقدر تعدل على الصور تبطيك الصور محترمة بالنسبة لهذا الجهاز يعني خلطة صور وفيديو ممتازة قال الفيديو كلش عجبني حقيقة لأخذت به يعني تفاصيل حلوة ومرضية مع ما أنه هذا الجهاز ما يصور 4K فقط يصور لك Full HD أما بالنسبة الكاميرا الأمامية هم كذلك يصور لك Full HD ما يصور 4K نعم هذا الجهاز إذا تجي لبعض الأشياء إذا تجي للصوتيات هل ستيريو سبيكر موجود على الجهاز لا فقط سماعة واحدة من الأسفل ونفس الشركة ما ناسيتك بالـ 3.5 يعني تقدر تخلي له سماعة أو تقدر تقول سماعات سلكية اللي كل الناس تسأل عليها هل توفر بهذا الجهاز اي نعم يتوفر بهذا الجهاز أما لو تجي البطارية هذا الجهاز هذا الجهاز يمتلك بطارية 5000 ميلي أمبير وهنا البطارية مع الـ USB Type-C تدعمها الشحن السريع 25 واط أرتونها راح تلقي الكابل اللي موجود به أما بالنسبة رأس الشحن ما راح تلقيه بالعلبة لازم تشتريه بمفرده أنا خلاصة المراجعة بالنسبة لهذا الجهاز هذا واحد من أفضل الأجهزة اللي تريد تشتريه خاصة من سامسونج أقل من 300 ألف عراقي وفر لك شاشة سوبر أملك بعمل معدل سطوع ألف نت أتوقع قليل تلقيها بالأجهزة الباقية يوفر لك عدد بيكسلات مو قليلة بالنسبة للجهاز نعم يوفر لك ذاكرة 128 ومو قليلة بالنسبة مع ما أنه وأي شركات بخليلها بـ 250 لكن هذه سامسونج النظام ثابت وسريع وسلس ما بي مشاكل ما بي تعقيدات الأكسسوارات الصيانة توفر مواد الصيانة بالنسبة للجهاز وينما كان بأي مكان عندنا بالعراق فما راح تعاني من مواد الصيانة الأكسسوارات شنة تحتاج للجهاز حتى لو بعد أربع سنين وهو أنا أجهزة اللي ذكرت G7 والG5 والجهيات المجموعة الجهيات لحد الآن الأكسسوارات يعني سامسونج ما أردأ قل لك أنا موجودة بالسوق كل الناس تعرف أنه سامسونج موجودة الأكسسوارات صيانة موجودة بكل مناطق العراق فهذه واحدة للأشياء اللي تخلي الزبون أنه يشتري أجهزة سامسونج حتى لو بعض الأشياء هو ما راح تخسر أنت هواي أشياء بالجهاز ولا أنت راح تفقد هواي مميزات بالجهاز بالعكس هذا الجهاز فرلك مميزات لو كانت بالسنة السابقة في ممكن تنقيها بالـ 350 ألف عراقي سوف من سامسونج العشاق سامسونج اللي يستخدمها لأجهزة واحد من أبضل الأجهزة إذا تريد تشتري جهاز أقل من 300 ألف عراقي هذا الجهاز هو الـ A24 وقد كانت متحمس لمراجعته إلا اللهم أنا بخلال مراجعتي للجهاز أو استخدام الجهاز عشفت بعض الثقل الموجودة على الواجهة وهذا الأمر جدا طبيعي لأن استخدمت الجهاز استخدام قوي بالنسبة لإستخدام الشحن هذا الجهاز رح يوفر لك الخمس ساعات أو يوسطك الخمس ساعات استخدام مستمر أما بالاستخدام المتوسط يوفر لك يوم كامل باستخدام ونهاية اليوم تحتاج أنه تشحن الجهاز نهاية الفيديو لا تنسي الإعجاب والاشتراك بالقناة وياكم ارتضجلي حاوي وثق هذا الفيديو إذا طلع بمشكلة ما أعيده لو شي يصير هاي ثالث مرة أعيده شكرا